وفق مجلس النواب في جلسته اليوم التي عقدت برأسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلس على جملة من المشاريع والاقتراحات بقوانين كان من أبرزها قانون البلديات وتنظيم السوق العمل كانت جلسة مجلس النواب الأخيرة تحمل في أجندتها اليوم جملة من المشاريع والاقتراحات بقوانين والتي أردت أن تمررها بعد موافقة أعضائها لتذهب في طريقها إلى مجلس الشورى ليقرها أو يرفضها في جلسته الأخيرة والمقرر عقدها الخميس المقبل بلا شك هذه المشاريع والمقترحات تصبح في مصلحة الاقتصاد الوطني تصبح في مصلحة العنصر البحريني واللي حرصين عليك مجلس النواب أن ندعمه من خلال طرح الغوانين التي تهدف إلى تهيئة الأرض المناسبة لأنه يكون قادر على أنه ينمو ويكبر ويكون له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني كان من أبرز ما تم تمريره اليوم تلك التعديلات التي ترأت على قانوني البلديات والطفل وتمت إحالتهما إلى مجلس الشورى فيما تم الموافقة على الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء صندوق العمل وتنظيم سوق العمل وتمت إحالتها إلى الحكومة طبعا هذا القانون يعزز من مكانة المجالس البلدية وبعد نضوج التجربة بعد أربع دوار فلابد من مراجعة هذا القانون وتعديل السلبيات إن وجدت فمن هذه القوانين زيادة صلاحيات للمجالس البلدية ويعطائها صلاحيات وخاصة فيما يخص علاقتها بالجهاز التنفيذي وافق مجلس النواب اليوم على قانون تعديل قانون الطفل هذا المقترح تقدمت به منذ حوالي سنتين وقامت لجنة المرأة والطفل طوال العامين الماضيين بتدارس المقترح واليوم عندما وصل هذا المقترح بصيغة مشروع بقانون طبعا وافق عليه المجلس يعني باختصار كان يتضمن هذا المقترح تعديلات على كثير من مواد المشروع هذه واحد من أهم القوانين التي تعرض على المجلس والعمال السائبة تشكل ضرر بالق على أننا في مملكة البحرين وهناك كثير من الإشكالات التي تم بسببها وجود هذه العمال السائبة القير قانونية في البلد فالحمد لله تم بالإجماع الموافقة على هذا الاقتراح بقانون وشير فاعل الحكومة المقارى لإعادة صيغة كمشروع بقانون في حين كان الرفض هو مصير توصية لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون حول إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات الدراسية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين